مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في سيبن ديز بيرت ومبروك مبروك لنا جميعاً موسم رائع الحقيقة لكل النادي الأهلي سواء على مستوى الألعاب الجمعية أو كرة القدم أو الإنشاءات موسم الحقيقة رائع جداً ومن خلال حياتنا النهاردة هنتكلم في أمور كثيرة جداً تخص موسم النهاردة وبالمناسبة برضي كل سنة وحضرتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد ويلا بينا نبدأ بسرعة حلقتنا بالعنوين الأهلي يتوج بالدوري الممتاز للمرة الثلاثة واردعين ويحتفل بالدرع موسيقى إما معشور تدعيم جديد وإضافة فنية موسيقى انطلاق كاس العالم للكرة النسائية بفوز تاريخي لليوزيلندا على النرويج موسيقى محمد صلاح يروج للكرة الرسمية لكاس العالم للسيدات ٢٢٣٣ موسيقى وآخيراً فرنسا طول انجهزيتها لحفل افتتاح أولمبياد ٢٠٤٤ موسيقى ونبدأ حلقاتنا مع بعض على طول اللي هيكون فيها مفاجآت كتير جداً النهاردة طبعونا على مدار سيفن دي سبورت لأن النهاردة حلقتنا قوية جداً هنبدأ من عند احتفالات الأهلوية اللي مستمرة بموسم زهبي في تاريخ القلعة الحمراء اتنين وعشرين بطولة في ألعاب الصلاة خمس بطولات في أقل من عشر شهور لفريق الكرة إنشاءات ونجاحات في مختلف الاتجاهات فرع رابع في التجمع الخامس فرع خامس في العربين الجديدة إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الرياضة المصرية كل ده بتقدم منظومة النادي الأهلي المنظومة الرياضية الأنجح على الإطلاق في تاريخ مصر والشرق الأوسط ومش بس تاريخ لكن مبادئ وتطوير نموذج عظيم بيقدمه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في موسم هيفضل في زاكرة الأهلوية مرتبط بالنجاحات والأفراحة مباراة مباراة التتويج بدلع الدوري واستلامه في استاد القاهرة الدولي وسط جمهور النادي الأهلي وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد بين الأهلي وحرص الحدود لكن المشهد الرائع والمشاهد الرائع الكتير اللي حصلت في تتويج النادي الأهلي كانت عظيمة جدا لما تشوف احتفالات لعيب النادي الأهلي مع جمهور الأهلي بعد المباراة حاجة ما حصلتش لما تشوف باقة الورد اللي أهداها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للعبين وقال لهم يتوجهوا بيها للجمهور لتحية الجماهير اللي سندتهم طوال الموسم لما تشوف المشهد المؤثر بين اللعبين اللي دعم زمنهم مروان عطية بعد وفاة والده ومن هنا طبعا بأنه يتوجه له بخالص العزاء لوفاة والده لما تشوف التتويج في وجود عائلات وأسر لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني الصورة كانت جميلة جدا لكن الصورة الأجمل هي فرحة جمهور النادي الأهلي عاوز كمان أتكلم عن الجهاز الفني مدرب قدير وهو السويسري مارسل كولر نجح وبشدة في أول موسم له مع النادي الأهلي وقاد الفريق لحصد خمس بطولات اتنين كاس مصر دوري أبطال أفريقيا اتنين كاس سوبر دوري أبطال أفريقيا الدوري الممتاز ولسه كمان فيه اتنين سوبر السوبر الأفريقي والسوبر المحلي مع باقي أفراد الجهاز الفني ووجود مدير كولر ناجح جدا زي كابتن سيد عبد حفيز المنظومة اللي بيقودها مارسل كورر أثبتت نجاحها في نجاح غير مسبوك وإذا كان كولر حقق خمس بطولات مع الأهلي فأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إن اللاعبين اللي ضموهم الأهلي في فترة انتقالات يناير حققوا أربع بطولات كبيرة يعني لاعب لسه ما كملش سنة في الأهلي بقوا أصحاب بطولات كبيرة جدا يعني مش عارف أقول له حضراتكم إيه الموسم ده استثنائل أي حد في منظومة النادي الأهلي سواء في الكورة أو بره الكورة 80 مليون شكرا لكل أفراد منظومة النادي الأهلي والمجلس الإدارة والشركة الأهلي الكورت القدم على النجاحات الكبيرة هذا الموسم ويعني الحقيقة موسم فعلا لو قعدنا نتكلم فيه كتير جدا لا الموسم ده استهل إننا نتكلم فيه كتير وأتمنى إننا نحتفل بالموسم ده احتفال خاص يعني أتمنى إننا نعرف نحتفل شوية بالموسم ده نحن دائما عيب النادي الأهلي وعيب المنظومة اللي إحنا فيها إننا ما بنلحاش نحتفل ضغط المباريات مع ضغط البطولات اللي إحنا مطالبين بالمشاركة فيها ما بنلحاش نحتفل بحاجة يعني إحنا خلصنا الاحتفال ببطولة أفريقيا دخلنا في الدور ما لحقناش نحتفل أصلاً ببطولة أفريقيا يعني فعني الفكرة أنا عايز نحتفل بالموسم ده الموسم ده يستاهل إن إحنا نحتفل بيه احتفال قوي كمان أنت واخد العلامة الكاملة في الموسم ده فقال لمن عشر شهور خمس بطولات دي مش حاجة قليلة أبداً يعني وعندك فرصة إن أنت بتاخد كمان بطولة السوبر وعندك فرصة كمان إن أنت كسل عالم للأندية ولسه دور السوبر الأفريقي لسه فيه بطولات كتير كمان إنت احتمال تعملها أو إن شاء الله تحققها في خلال الفوت في خلال السنة دي يعني فالفترة دي أنا عايز نحتفل نحن خلاص خدنا الدورة هوت وخلصنا لأ لا نحتفل بقى احتفال كويس كمان لازم نتعلم نحتفل كويس يا جماعة مش ممكن إن إحنا جمهور النادي الأهلي بيبقى خلص الاحتفال في الليلة نحن بنعرف نحتفل بس ما بناخد فرصة وده إحنا معانا فرصة هم الرادي نحتفل بموسم تاريخي إحنا عندنا ثقافة الاحتفالات موجودة وكل حاجة ولكن دائما ما فيش فرصة للاحتفال دائما تخلص بطولة تخش في اللي بعدها تفكر في اللي بعدها إن شاء الله الموسم ده نقف يعني أتمنى أننا الموسم ده نلاقي فرصة يعني أتمنى أتمنى شخص يعني نلاقي فرصة نحتفل بكل البطولات اللي احنا خدناها دي لازم لازم نلاقي فرصة نحتفل فيها بكل البطولات الكبيرة اللي احنا هققناها بموسم تاريخي لازم نفرح فيه فرحة كويسة نبالح كمتواجد لاعب النادي الأهلي الجديد إمام عشور لعب منتخب مصر والصفقة الجديدة لفريق النادي الأهلي وحضر مراسم احتفال النادي الأهلي باستلام درع الدوري للمرة التلاتة واربعين في تاريخه أنا عايز أتكلم عن إمام عشور كصفقة صفقة مفيدة فنيا لأنه لازم يكون هنا للنادي الأهلي يعرف إن الأهلي ما بيعملش صفقات إلا اللي محتاجها بس وهتحقق استفادة فنية يعني أنا بحيي مارسل كور على اختياراته واختياره لإمام عشور لأنه لعب دولي وعنده قدرات مميزة هشوفها مع بعضه كلنا وشوفناها في الفترة اللي فاتت طوال الفترات اللي فاتت دي مع منتخب مصر وحتى لما احترف في الدنمارك كان المستوى رائع وسجل هدف في أول مباراة لعبها مع سبورتينج لاشبونة ضد سبورتينج لاشبونة في الدوري الأوروبي إمام عشور هيمثل إضافة كبيرة جداً لخطة وسط النادي الأهلي وبيتميز بالتسدداء قوي جداً من خارج منطقة الجزاء وهيكون تعويض لرحيل حمد فتحي اللعب الخلوق اللي نضم النادي الواقرة القطري وبنتمنى كل التوفيق لإمام عشور مع النادي الأهلي ونشوف تقديم إمام عشور اللي ما نحقناش برضو نشوفه مع بعض هنا في قناة النادي الأهلي هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا تعني لازم هنا نشكر المركز الإعلامي والقائمين على تقديم اللعبين بالشكلة لأن دي طرق جديدة جداً التقديمة دي عملت على السوشيال ميديا حالة كبيرة جداً تعدت أرقام ميسي اللي تقدم في أمريكا يعني ميامي على صفحة النادي إنتر ميامي وصفحة النادي الأهلي شوفوا فرق الأرقام في الشيرز والفيوز والحاجات كلها هتلاقوا النادي الأهلي معدي إنتر ميامي وهو بيقدم ميسي دي أنا مش بقول لك الكلام ده عشان أقول لك مثلاً حاجة ولا بتاع لا أنا بقول لك شعبية النادي الأهلي واهتمام جمهوره بيه على السوشيال ميديا وده مؤثر جداً وشيء مش سهل بالمناسبة وده بقى جزء من التسويق والرعاية والحاجات دي كلها الجمهور مدرك للكلام ده طبعاً يعني لكن الأفكار اللي بيصنعها منظومة النادي الأهلي الإعلامية في أن هي تقدم لعيب لها بشكل مختلف دي لها تأثير قوي جداً على السوشيال ميديا وبالتالي تسويقياً أمور لها أبعات أخرى غير أن أنت بتقدم لاعب فبالتالي لأ أنا لازم أشكر المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي كلها على التقديم الرائع لإمام عشور دي حقيقة يعني أن التقديمة كويسة والشكل العام كويس لكن زي ما بنقدم لعيب بقى تعالوا أقول لكم حاجة موقف دراما كرة القدم دي مليانة دراما وزي ما شفنا فرحة جمهور الأهلي بصفقة إمام عشور إمبارح برضو كان فيه أشياء كتير جداً مؤثرة في المنعب زي مثلاً تحية الجمهور لأيمان أشرف يعني شفنا حالة من الحزن على وداع أيمان أشرف واحد من كباتن فريق النادي الأهلي ومن نجوم الكبار اللي سهمه في بطولات كتير أيمان أشرف نال أكبر تكريم من الجهاز الفني واللعبين وكل منظومة النادي الأهلي قبل رحيله لما عملوا له حفل التكريم وكمان تواجد مع الفريق في احتفالات درع الدور مبارح تعالوا نشوف تقرير عن أيمان أشرف وإن أنا شاهدت مجروحة في هذا اللعب زي ما أنتم شايفين مع أنا هو أيمان أشرف والجمهور بيحقيه الراجل ده مخلص للكيان أنا من اليوم الأول لأيمان أشرف في النادي الأهلي وأنا أعرفه شخصياً أنا كان لها الحظ أن أنا من فرقة ال91 اللي كان فيها أيمان أشرف وهو كان كابتن الفريق علي يعني فأنا عارف مدى إخلاص الراجل ده ومدى تفنيه غير أنه هو نجم كبير وأنه هو لعيد كورة كبيرة وأنه هو واحد عمل كل حاجة خلاص هو خد كل البطولات اللي ممكن لعيد كورة ياخدها شارك في كاس العالم مع منتخب مصر هو قردي حقق تاريخ كبير جداً هو جزء من تاريخ النادي الأهلي بلا شك لكن على المستوى الشخصي وده اللي ليه تأثير كبير جداً مع الجمهور ومع القامات الكبيرة في النادي الأهلي لكي تبقى كبيرك في النادي الأهلي هو يجب أن تكون لديه الفريق يجب أن تكون لديهم مشكلة واحدة طالياً في النادي الأهلي عندما ك desenvolup OR let me do nothing عندك مشكلة واحدة في النادي الأهلي عندما تع çık mir awaken mad secret United Bass 一半 في مركز الباك الشمال عندما أعرف لا يعتبر هك Linghali拿 و بعدها باك شمال يلعب مجرد باك تحتاج توفندر يلعب زي Cowker أي فرقة أحتمام بـ разработ Decayan و في منتخب مصري أي فرقة في مصر أو في الوطن العربي محظوظة بوجود واحد زي آيمن أشرف فيها الحقيقة تعال نشوف تقرير عن آيمن أشرف ونرجع نكمل مع وطن يعني لاعب معلوش أي جدل لاعب على المستوى الفني يقدم كتير للنادي الأهلي شال النادي الأهلي بفترة على مستوى منتقب مصر جزء من تاريخ منتقب مصر وراحكس عالم نموذج في الأخلاق نموذج في الانضباط نموذج فعلا يبقى قضوة لأجيال كتير جدا هتيجي في النادي الأهلي أهلا بيك كابتن آيمن أشرف على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بيك عبد المعن وبرحب بجمهورك كل يوم يا حبيب أولا أنا قلت أن أنا شاهدت فيك مجروحة لأن أنا زاملتك وعارفك كويس وعارف اليوم اللي أنت دخلت فيه النادي الأهلي لكن حكيين أنت عن أول يوم دخلت فيه النادي الأهلي وإحساسك دلوقتي وإنت عندك تحدي جديد أنا متأكد أن أنت هترجع على النادي الأهلي في يوم الأيام تاني وعندي ما عنديش شك واحد في المليون في ده طبعا يعني يعني من ناحة نازة ملتك فإحنا صحاهم من ضمين جدا وده شرف له حبيبي أنا الله تشرف به ده والله دهي من المضاول لأنادي النادي الأهلي ربنا يخليك حبيبي طبعا يعني أول يوم دخلت في النادي الأهلي كنت في اختبارات يعني اختبارات عادي زي دائل كان عندي ست سنين ونص تقريبا بدأت اختبارات فترات كثير بيسان ودخلت النادي الأهلي والعندي تقريبا سبع سنين تأيضت يعني في الناشئين كانت مدل رجب ومحمد سيد وكثمت عادل عبر رحمان ثم نستغفروفر كل النادي طبعا يعني اتمرنت معهم تحت يديهم وأنا صغير في الناشئين وكتب المجد طلبة فلا يعني الوحد من صغره وقعت استرحة الناشئين في النادي الأهلي فأنا من صغري وأنا متربي في النادي الأهلي يعني دايما كانوا بيربونا من صغرنا على الاتماع وعلى الروح وعلى اللعب بالغاية داخل تانية الواحد يتعلم في النادي الأهلي حاجات ما تتعلمهاش في حياتي هي الحياتية يعني انت تربيت جوه النادي يعني أنا وأنت متربيين في نفس المكان أنا عادت بصراحة الناشئين كنت متغرب أنا من بلد المطرية الهلية مدينة كده جمد المنصورة أنا كنت متغرب كنت عاد من صغري من وعن سبع سنين في صراحة الناشئين أنت واخوك أنا فاكر أنت واخوك كنت أنتوا الاتنين نعملنا في القارة وكان في تمام جدا بالناشئين وقتها اه 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 بعد كده طلع اه 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 سمع كويسة يعني سمع كويسة في النادي العالي منهم شناه وبدالعب حاليا منهم محمد هاني منهم كابتن حسام غالي منهم كابتن قصام حسني كل دول من قطاع الناشئين ونادي الاهلي يعني كابتن عبد المتعب وكابتن قصام عشور بالضبط وكابتن عشور وكابتن حسام حسني كل دول من قطاع الناشئين وانا سمع كنت أنا صغير وهم كبار كانوا لسه في الناشئين وانا كنت قاعد معهم في الناشئين فااا وعمر جمال واحسين السيد وليه لأي واحد وتريزي جيه كله كنت كلكم مجموعة كبيرة او انا فاكر كلكم يعني اه اجيال من الصغيرين للقبار كانوا في قطاع الناشئين فبقول لك كان في تمام رهيب جدا في الناجئين وكان خبير هولندي كان موجود محظوظ اللي لاحق مستر كورفر ده لانه كان بيأسس تأسيس خاص جدا محظوظ اللعيب اللي لاحقته حاجة محترمة او من تلك اسم كبان كابتن محمد وحبة كان موجود برده طبعا كان مع مستر كورفر كابتن محمد وحبة طبعا كابتن محمد وحبة كابتن محمد وحبة اه يعني لا يعني نافه تمام رهيب بالناشئين وده طلع اكتالك واسم للناشئين طبعا انت يعني ذكرت كل تقريبا الاسماء اللي كانت موجودة وانت موجود في الصراحة الناشئين انا كنت تقريبا مبايت معاكو يعني في النادي وكنت محظوظ ان انا موجود في وسط الناس اللي انت قلت اسماءهم دي كلها لكن امبارح شفت الاجواء ازاي في احتفال جمهور النادي الاهلي بالدرع وهم بيكرموك تكريم خاص بيهتفوا باسمك في الملعب حاسين باللي انت قدمتو ده مش اي حق خلي بالك ايمن انت خرجت من النادي الاهلي من بابك كبير لكن انت ما خرجتش انت في قلوب الناس جوه النادي الاهلي وشخص مرغوب فيك في النادي الاهلي اه انت ممكن تقدم مواسم في عنديها تانية لكن انت زي ما انت قلت انت ابن من ابناء النادي الاهلي شفت ده مبارح ازاي من جمهور النادي الاهلي هم بيكرموك يعني ضد حفاوة يعني حلو جدا الواحد اقدم هو كانت اعلاني ان هو هيتيب البيت بيته مؤقتا وانزا ما انت قلت المشتابة اللي فيه ان شاء الله متعرفش في النصيب ان ارجع الكلام بكورة وارجع ككادر وده كان كلام كابتا خطيب معايا انك الاجيال اللي جاية محتاجة قدوات وقوادر زي شخصيتك في الانتزام وفي الانضباط وفي اللعب وفي الروح فطبعا يعني انا بشكر جمهور النادي دالي من خلالك يعني انا كنت سعيد مبارح بالاحتفال وكان احتفال دوري كمان بل كانت فرحة واحدين فبارك بارك لجمهور النادي دالي على الدوري وان شاء الله ما ده من البطولات يا رب طيب تقييمك للمسم اللي فات ده وعايز اعرف منك انت حققت كم بطولة مع النادي الاهلي تقريبا انت ااخد 3 بطولات افريقيا اللي هم اللي في الاخر دولة واخد عدد بطولات دولي كبير واخد كاس تقييمك للمسم ده وين البطولات اللي انت حققت عن النادي الاهلي المسم كفريق طبعا يعني مسم 100% ناجح يعني كفريق مسم 100% ناجح لكن المسم لي انا شخصيا انا طبعا فترة صعبة بالنسبة لكن في الاخر كان مهم مصطحة الفريق ان هو ياخد افريقيا وياخد سوبر وياخد كاس وياخد دوري ده كان مهم جدا السنة دي لان بالسنة اللي فاتت يعني تقريبا مسم ما كانش احسن حاجة لكن السنة دي انت قدرت ترجع بالفريق ثاني وده من خلال خليبلك التخطيط الفيض من الادارة يعني انا عايز برضه اشكر كابتن حمض الخطيب في لفتة عملها السنة اللي فاتت لفتة هي اللي عملت المسم ده بحقيق يعني انا عايز اشكره من خلال من خلالكو يعني اللفتة دي جي في المسم اللي فاتت احنا خلاص كتورنا الدوري وجي فاضل تقريبا سبع تمن مطشاط واحنا خسراني الدوري خلاص يعني فهو اتا الدراحة للعيبة كلهم اه اتا السبع لعيبة اجازة وقال لك لازم ياخدوا اجازة واللعيبة متعبانة ومنهكة لان احنا كنا ثلاث سنين وارا بعض لحمين من قطولات وارا بعض مزبوط الفترة بتاعت الكورونا دي لحمت في بعض فعلا اه بالضبط كده فدي اللقصة اه ما يعملهاش غير رأيي في ناتي كان لها كرة بكلام طبعا 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 وطولة الدفع عن اللعيبة دي اه وده كان بداية النجاح المس مزبوط عندك حق ايما بداية النجاح يعني فطبعا دي حاجة قريسة جدا من خبرات كابت المحمود الخطيب ان هو عمل كده انت عندك كم بطولة افريقيا وكم مشاركة في كاس العالم الانديا يا ايما انا عندي اتنين مشاركة في كاس العالم الانديا ومعاية دلوقتي تلاتة دور ابطال انا معاية يعني سبعتاشر بطولة ما شاء الله منهم ستة دوري ودوري ابطال وكاس مصر وسوبر افريكي وسوبر مصري فالحمد لله في عندية كتير لو جمعت كم نادي مع بعض كده ما عندهمش العدد اللي عندك دايما خلي بالك انت تاريخ كبير يعني طبعا الحمد لله الواحد يعني بتصرف يعني انا فخور بنفس ان انا حقا تاريخ كبير مع النادي الاهلي وفخور بنفسي اكتر ان انا خلال الموسم دوت ان انا ملعبش خلص وقدم مرضود من الانتزام والانضباط بالشكل ده فانا فخور جدا بنفسي يعني احنا اللي فخورين بك كأحكبات فريق النادي الاهلي وده فعلا حقيقي مش بجملك ولا اي حاجة انت عارف الاهلي ازاي بيقدر ولاده وجمهور الاهلي كمان بيقدر ابناء النادي فعلا يعني فاحنا كلنا فخورين بك ايمن الحقيقة ربنا خليك عبر رحمان والله يعني شكرا لك وكلكو يعني على الدعم اللي انتو مادمينه لك الحمد لله يعني الواحد اخلص واجتهد وفترات كبيرة جيت على نفسي والعبت فترات كبيرة في النادي انا شاهد الظروف اللي انت مرد بيها وخلي بالك دي مش اول مرة ايمن انت طلعت ورجعت عادي وانتو متعود على التحدي ده يعني بس انا رئيس النادي شكرا لعموض الخصيف ومجلس الادارة يعني فتحين الباب وقالوا لي في اي وقت قررت انك ترجع وانا طبعا بشرق ليها بحاجة كثيرة بالتبال وانا تحت اهم في النادي في اي وقت وانت لعيب كبير ياما انت طلعت مرة ورجعت ورجعت كابتن فرقة كمان وانا متأكد انك هترجع تاني لانك احد ابناء النادي الاهلي ومن الشخصيات اللي بتعرف مش اي حد يلعب في النادي الاهلي عدد المواسم الكتير ده ليس اي حد ياخد العدد الكبير من المترضى في النادي الاهلي انت عارف قيمة نفسك كويس يعني طبعا 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 حبيبي وبتمنى طبعا التوفيل زمائي دي كل اللعيبة اللي انا تمنتهم في النادي الاهلي واثمير الحالي بتمنى لهم التوفيين ان شاء الله يقدروا دايما يربعوا اسم النادي الاهلي عاديكو وبتمنى التوفيلي كابتن سامي وكابتن تأيد وبشكر كل الأجهزة الفنية اللي اشتغلت معا في النادي الأهلي وبشكره طيب آخر حاجة انت جالك طبعا أكيد عروض كتير في الفترة دي لكن انت اخترت البنك الأهلي ليه البنك الأهلي كخطوة جديدة بعد النادي الأهلي يا إيمان بصة عبد الرحمن أنا صراحة جالي عروض جمهيرية وجالي عروض يعني عندية مش جمهيرية أنا الاختيار الأول كانت بالي أن أنا روح نادي مرتزم عندهم الزيزاء منطباط وعندهم طموح السنة اللي جاي انهم يداروا عملوا حاجة لأنه ده هيتعيد أنا كعيما ان أنا أرجع ثاني يبقى كوي فالأنت بليه كانت نادي البنك الأهلي لما عادت معلوه عشان مختار يعني رئيس نادي محترم جدا يعني اكتشفت يعني ان هو عنده طموح وعنده طموح المصف اللي جاي ان هو يوقع في المرابع والسنة اللي بعدها عايزي العب أفريكا فلا يعني لايدي كموح عندهم كويس جدا وعندهم النادي نادي احترافي يعني النادي نفسه اللي هم في الملعب والقوض الاس يعني لقيت حاجات قريبة جدا من النادي الأهلي يعني حسيت ان الثانية مش هارك بايد قوي حتى الفكر اللي هم بفضلوك دي قريب شوية من النادي الأهلي حسيت سلع يعني جمهور قريبة وصرقة طبعا يعني ما فيهاش جمهور فالضغط هاي بقال شوية طيب أعدت مع المدير الفني اليوناني اللي بيقود فريق البنك الأهلي دلوقتي طبعا هو أكيد أنا متأكد انه عارف تاريخك وعارف انك لعيب منتخب مصر والكلام ده كله بس انت قائد جديد رايح وانت كبير ورايح قائد كبير اتكلم معاك قالك ايه اول مرة هل طلب منك ان انت تدخل ثقافة الفوز بقى هم في بعض الاندية اللي بتبقى طلعة جديد عايزك جيب واحد كابتن فرقة تاخد به تكسب به ثقافة الفوز واتنقلها اللي لعبته عشان يبقى بعد كده انه بيكسب وبيخش المربع الزاب زي ما انت بتقول هل حصل وتراصل؟ انا لسه ما عادتش معاها لان هو متاسف اه 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 اجازة يعني دلوقتي فلا يعني احنا تكلمنا بكده بقى الفوز وكده واخدهوا مرحب بيها وبيعجبوا طريقة لابي وبداي بيتو كنتم في طريقة لابي وفي النص من اللي جاي فطبعا انا تشرفت بدوت ويبتيله ان انا يعني هذ القطرة هو دي اه ان انا يعني اكون على قطة الثقة اللي هم حطونا حطونا فيها فبكثنا التوفير لنافسي طبعا اه ان الله المسلم اللي جاي اقدر بإذن الله اه يعني اثبت لنفسي ارتمت لأي حد ان انا اي يعني اه اي مناشف يعني ده انت كده كده هترجع منتخب مصر انت اي مدر في منتخب مصر ما بيصدق انك تشارك عشان تكون موجود خصوصا كمان حتة البكش مالدي في مصر دلوقتي مش اسماء كتير اللي فيها يعني اي اسماء اي مناشف من اسماء البرزة فيها يعني انا متعكد ان انت ترجع منتخب مصر كمان هو ده اطمح الشخصي ان انا اعود لمتخب مصر تاني لان طبعا كل واحد فينا بقاليش شرف ان هو لابس كرت منتخب مصر طبعا يعني من الحاجات الشخصية الاسباب الشخصية اللي انا عايز اعملها والاحداف الشخصية ان انا عايز ارجع منتخب مصر ان شاء الله ومن الاهداف الجامعية بالندي للبنك الاهلي ان احنا نعمل حاجة في عدة سنة اللي جاية ان شاء الله واه اهدافنا ان شاء الله نقدر نحاها بي طيب انا عايز اشألك بقى عن شكل المنافسة السنة الجاية اللي انت متوقعها شكلها عامل ازاي في وجود البنك الاهلي وفي وجود اندية تانية كتير حتى الناديين اللي طلعين زدوا والجونة اندية صرفة كتير جدا برضو عايزة بلدية المحل لطلع بعض الاندية الجامعية اللي هتبقى موجودة لكن عايزة اسألك عن شكل المنافسة الدوري اللي جاي انت شايفه ازاي بس انا اعتقد ان الدوري اللي جاي هيبقى اقوى كتير من السنين اللي فاتت لان الاندية كلها بالدعم بشكل كبير وكل الاندية زد ما انت بتقول هيبقى معهم يعني هيتصرفوا كويس على الاندية بدعيتهم باعتقد هيبقى الدوري اللي جاي هيبقى شكله كويس تتمنى انه بقى الشكل العام كويس في الملاعب وفي التصوير وكل حاجة بشكل منطق الدوري نفسه يعني عشان يطلع للدوري شكل كويس لكن المنافسة ان شاء الله بقى نفسها قوية وده اللي بيحل الدوري يعني بيكون المنافسة قوية بين الاندية كلها وده بيحل طعم الدوري فاتمنى ان شاء الله السنة الجاي بقى نفسة قوية وكل الفرق تشارف موة وبتمنى التوفيق الجامعية ان شاء الله انا من اجل ايمان اشرف يعني انت عارف احنا هنا اهلوية بس لكن انا من اجل ايمان اشرف هتمنى التوفيق لنادي البنك الاهلي طبعا كواحد من ابناء النادي الاهلي. طيب عايزك توجه بقى نصيحة للاعب النادي الاهلي الجديد امام عشور. وانت كابتن من كباتن النادي الاهلي. فوجه نصيحة لواحد جديد في النادي الاهلي. والله يمكن انا قلت قبل كده امام لعيب كويس جدا وعنده لعيب داولي وعنده خطرات كويسة. في افريقيا وفي الدوري وفا يعني لعيب محدش اختلف عليه ان كانياته كبيرة جدا. طبعا ان النصيحة اللي انا لزماك له كاخد. políticas يعني ان هو دائما يلتزم مع النادي الاهلي. كي Bil م дняشاهد. ما يده لغة العطمال. بم نادي الآهاد من اجل الحصول لـ قدا. ومن اجل Saint Ambarano. كده كده جمهور بيحبه ومرحب به كده بالنادي الاهلي. لكن من اجل ت Sequence wearing the من أجل صناعة التاريخ لي والنادي الأهلي يجب أن يبتاهد ويتعب وما يتكلمش كثير وأتمنى للتواجهة عيمن يعني أنا فرحان جدا بوجودك معي النهاردة في مدخلك النفسي فيها جدا وفعلا واحد زيك كابتن من كباتة النادي الأهلي كابتن كمان من الناس اللي تشرف الناس القدوة في النادي الأهلي أنا بشكورك جدا وأنا عارف أن أنت اللي موضوع دقادوة أنت لاجع النادي الأهلي تاني بشكل أو بأخر أنت ستبقى موجود أنت أحد أبناء النادي الأهلي إحد كباتن النادي الأهلي وكل التوفيق لك مع نادي البنك الأهلي إن شاء الله عاية شكرا عبر أحمن واشكرا لأنني أشكر في قناة النادي الأهلي أشكرك الجميع شكرا عاية لكن لا نوعى أنه لا يتحس أمر عيب يلعب كرة مؤثر في كل النتائج كان موجود فيها كان موجود في كل البطولات كان موجود في كل المناسبات كان موجود في كل السنين اللي فاتت دي فترة من الفترات كان ايمن من اللعيبة القليلة اللي كانت ما بتطلعش من الملعب خلي بالكم لعيب جوكر لعيب عنده شخصية بطل لعيب يقدر ينقل ثقافة الفوز لأي نادي هيروحه فبالتالي نتمنا له التوفيق كأبن من أبناء النادي الأهلي ونتمننا له كمان ان شاء الله ان يرجع النادي الأهلي بشكل أو بآخر بقى كلاعب أو ككادر هو يستاهل هو أحد أبناء النادي الأهلي اللي يستاهلوا فعلا يعني شكرا ايمن أشرف على مسيرتك اللي فاتت وان شاء الله لسه مختصتش ان شاء الله يعني لسه مختصتش هتكمل ان شاء الله يعني كل التوفيق اللي كان هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى عشان نتكمل مع بعض حلقتنا النهاردة في 7 Day Sport ورجعنا لحضراتكم حتى نكمل باقي أخبارنا في 7 Day Sport النهاردة معانا بقى خبر عن كأس العالم للكرة النسائية استهل المنتكب النيوزيلاندي مسيرته فيه بطول الكأس العالم لفرط الخدم للسيدات بالفوز وفوز سمين كمان على نزيره النرويجي 1-0 الكلام ده كان النهاردة في افتتاح مباريات النسخة التسعة من البطولة ونجح منتكب النيوزيلاندا اللي بيستضيف البطولة مناصفة مع أستراليا خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل في تحقيق انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ منديال السيدات ده أول فوز ليه في تاريخ المنديال بعد ما فشل على مدارها 11 مباراة في المشاركات الصفقة في تحقيق أي فوز وانتهى الشروط الأول من المرابط تعادل السلبي وبعد كده سجلت هانا ويلكنسون هدف المباراة الوحيد للمنتكب النيوزيلاندي في البيئة 48 طبعا كسر عالم للسيدات واخد اهتمام خاص جدا المراضي يعني أنفنتينو حتى حاطط له كده تاريخ انه هو يوصل يقرب من كسر عالم للرجال هو فعلا عمل له ضجة كبيرة جدا ولأ فيه حاجات هتحصل كثير ومتمنى التوفير منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد المشارك في كأس العالم نروح بعد كده بقى لنجمينا المصري محمد صلاح اللي برضو بمناسبة كسر عالم للسيدات عمل دعاية للكورة الرسمية لكسر عالم للسيدات 2023 بانه هو تصور بيها وطبعا نحن عارفين قيمة محمد صلاح لما يعمل دعاية كلاعب دولي وكلعب له شكل خاص وليه جمهارية خاصة حملت الكرة الأحرف الأولى من اسم كل من الدولتين المدفذين أستراليا ونيوزولاندا زي ما حراكم شايفين كده وطبعا شكلها مميز يعني ولكن حالة ان محمد صلاح يتصور بصورة ده شكل دعاية بيعمل على السوشيال ميديا ضجة كبيرة جدا نجمينا المصري محمد صلاح وليه تأثير عالي جدا وليه تأثير قوي جدا على مستوى العالم مش على مستوى الوطن العرب وافريقيا لا ده على مستوى العالم حاجة لعيب عالمي برضو يعني لما يبقى عندك لعيب لقيمة محمد صلاح لازم تستغله أكيد بره بيستغله زي ما نتشايفين كده هنروح بعد الوقتي لحالة من التفاؤل سادة أرصاب نادي زفار العماني بعد اتقاء التعاقد مع المدير الفني الجديد المصري كابتن حمادا صدقي طبعا لما له من خبرات كبيرة ما يساهم في تحقيق طموح جماهير نادي الأكتر شعبية في السلطنة بحسب تصنيف الاتحاد الأسياء ويعني عام 2020 ورحب الحساب الماسمي للنادي عبر تويتر بكابتن حمادا صدقي معلقا نحن متحمسون لوجودك هنا ليس مجرد عمل أنت كبير وستكون جزء من شيء أكبر في مصرح المدير الفني المصري دي الاتفاق مع إدارة إصفار على إقامة معسكر إعداد الفريق في مصر مشهدا بالدعم الذي حصل عليه من رئيس النادي الشيخ علي بن أحمد الرواس كل التوفيق طبعا للكابتن حمادا وكل التوفيق لجهازه الفني بالكامل ونتمنى أن نحن نشوفه طبعا في بطولة أسيا الموسم القادم إن شاء الله خنروح بعد كده بقى لإتحاد الدولي لكرة قادم تيفا اللي أعلن تصنيفي جديد لشهر يوليو لعام 2023 طبعا منتخب مصر حافظ على مركزه الـ 34 عالميا وكان المنتخب المصري ارتقى للمركز ده في شهر يونيو الماضي ليصبح 34 بدل من 35 مركز واحد يعني اللي حافظ منتخب الفرعنة على وضعه للشهر الثاني على التوالي وطبعا منتخبات الخامسة الكبرة في أفريقيا يعني هو طبعا التصنيف الخامس فيها يعني بيجي في التصنيف الأول منتخب المغرب في الصدارة بعد كده السنغال بعد كده المنتخب التونسي والجزائري في المركز الثالث والرابع وبعد كده منتخب مصر في المركز الخامس طبعا نتمنى ان احنا نتقدم أكتر من الـ 34 ونتمنى ان احنا نفضل في الخامسة الأوائل ده طبعا هيضف لنا كتير جدا في احنا خلاص الحمد لله في قرعة كأس العالم خلاص القرعة تمت وكل حاجة تمت وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين في كأس العالم 26 تحدي الكرة بقى عمل احتفالية لدارسي دبلومة التدريب والرخصة A من الكاف يوم الثلاث الماضي والحقيقة ان القائمة شهدت العديد من الأسماء الرائعة على رأسهم طبعا أبناء النادي الاهلي من أبرز اللي حصلين على الرخصة A كابتن خالب بيبو رئيس قطاع النشئين في النادي الاهلي وكابتن وليد سليمان نائب رئيس القطاع ونجوم زي كابتن عماد بن حاس وكابتن علي ماهر وكابتن عدل مصطفى وكابتن واق الرياض والكابتن طارق سليمان وكمال لأول مرة في تاريخ مصر عنصر نسائي هو الكابتن أميرة يوسف المدير الفني لأكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم النسائية حصلت أيضا على الرخصة A دي شيء مهم جدا أن أنت بتعمل مؤهلات للمدربين عندك ودراسات تأهلهم أنهم يشتغلوا بأي حتة سواء في مصر أو برا مصر ده شيء مهم جدا الرخصة A دي البداية لكن كمان نتمنى أن نبدأ بقى نبدأ رخصة B والرخصة C الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة عشان يبقى عندك ناس تشتغل على نفسها الدكتورة دينا الرفاع هي زي ما حضركم شايفين بتبريكلهم لأول مرة في طريق مصر كوادر نسائية تدريبية حصلة على الرخصة يعني الحاجات دي مهمة بقى عندك عناصر نسائية هي ممكن تشيل بهم فرق دلوقتي نسائية جديدة بقى عندك ناس معاهم الشهادة إيه نكمل بقى لازم يبقى في استمرارية في الدراسات دي مهمة جدا وزي ما حضركم عارفين ان دلوقتي ما فيش مكان في العالم في العالم ما فيهوش حد بيشتغل من غير ما يكون دارس مش دارب بس يكون معاهم مؤاحل كمان ما فيش حد بيشتغل في العالم من غير مؤاحل ليه؟ لان خلاص الكورة بعت علم الرياضة كلها بعت علم كل الناس دلوقتي لو انت معاكش مؤاحل مش هتشتغل لا في اسيا ولا في اوروبا ولا في اي حتة اتحاد الكورة من الموسم اللي جاي هيكرر ان اقل مدير فانمي على الاقل يكون معاهم الرخصة ده من الموسم القادم يعني ما فيش مدرب هيشتغل في الدور المصري الممتاز السنة الجاية ما عندهوش الرخصة ايه فبالتالي هتتكرر الدراسة بتاعت الرخصة ايه دي تاني ولازم يبقى فيه دي و سي لازم لازم بقيت الرخص كلها لازم تبقى موجودة لان لحد البرو لازم تتعامل في مصر خلي بالكو لازم يبقى فيه ناس بروفيشنال في مصر لازم يعني دي بداية ان انت تطلع مدربين تحترف في أماكن كويسة دي البداية خلي بالك ولازم كمان تركز ان انت يبقى عندك كوادر فنية في مجال الكورة خلي بالك دلوقتي مش شرط المدرب بس اللي ياخد مؤهلات ما كابتن خالب بيمو كابتن عيد سنمان لسه مش مدربين بس خدوا هم بيشتغلوا عن عفسهم لازم يبقى على دراية بكل شيء في الملعب سواء كمدرب او كلاعب كداري كل الناس لازم يبقى معهم مؤهلات ولازم تعمل مؤهلات للإداريين ولازم تعمل على فكرة بعض مؤهلات تعمل فيفا لا تفايل وكيل لعب يعني من شهر العشرين mendori يناسب الprechنا الشهر العشرين companies وترى التعامل وينبغد وكلم لنحل وكلم لعب لا تكون وكلم لعب weam فأنت لازم تبقى يتؤهلهم عشان يبقى فيه وكيل اللاعبين مصري زي ما يبقى فيه مهدرب مصري زي ما يبقى فيه 你 الكوادر عندك لازم تأهلها بمؤهلات بمؤهلات وراقية يعني يزيب معاه مؤاهل انو حاصل على رخص التدريب مؤاهل انو حاصل على رخصة وكاله مؤاهل انو حاصل على رخصة اداره رخصة تسويق الرياضي في مصر ahíنا في مصر انا اعرف ناس كتير جدا درسة تسويق رياضي منبره لماذا لا نقوم بعملهم الشيء هنا؟ هذه الأشياء مهمة وهي الأشياء تضيف دعوك الأشياء تضيف كثير جدا للرياضة في مصر عندما يكون لديك أحد دارس تسويق رياضي صح يمكن أن تستخدمه في أن تعمل منتج دوري مصر يتسوق له صح عندما يكون لديك أحد بدأ وتدرج أن يأخذ الرخصة C ثم الرخصة B ثم الرخصة A ثم البروفيشنال أنت كده يا باشا جهزت أحد يبقى مدير فني محترم وجهزت أحد مر بخبرات ودرس كويس يا تقييمك أنك تمسك أو احد مدرب منتخب؟ لا لديك لإنا لم تنسخب حقًا بالله هو تقييمك أن تمسك أو احد فرقة براعم؟ لا لديك لأنه لا تعرف وعندما أنه يجب أن تعمل مع الناس كان أت يعلم أن يقوم مع مقاهي يقول إنliveه منك مقاهي يتحدث عن تدريب البراعم هذا المقاهي يتحدث عن تدريب الفليل أول خذنا جنذى بنا أتع Haben Very good يجب أن نمتطع أن تعمل، فكره ألjek 생هزي الأحد للمجالات الخاصة بالكورو مش بس التدريب دي كتنقطة مهمة جدا نتكلم فيها نروح بعد كده بقى لخبر مهم جدا وفرنسا كان فيها شوية مشاكل الفترة اللي فاتت دي لكن أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية بقى إيميلي كاستيرا إن بلدها مستعدة أمنيا لإقامة حفل الافتتاح أولمبياد 2024 وإلها تقام يوم 26 يوليو من العام المقبل على نهر السين الذي يمر عبر وسط باريس وقالت الوزيرة في فرنس مقابل مقابلة مع إزاء في إنفو الخميس الجاية إن نحن هنكون مستعدين للافتتاح اللي هيحضره العديد من الشخصيات المهمة مشددة على إنها لا داعي للقلق وأكدت إنه بالإضافة إلى المقاعد التي ستكون محجوزة على أرصفة النهر والتي ستصل إلى 100 ألف لحضور الافتتاح فإن هناك 100 ألف من الأشخاص اللي هيبقوا عايزين يشوفوا من الشوارع وهيتفرجوا من الشوارع لنهر السين لمشاهدة مئات المراكب اللي ستحمل 10 ألاف رياضي مشارك في الحدث وشددت على إنهم من ضمن حماية حفل الافتتاح سيقام 45 ألف شرطي بحماية الحدث أي ما يمثل خمس عدد رجال الأمن في فرنسا طبعاً هم يعني البلبلة اللي حصلت عندهم الفترة اللي فاتت دي نخليهم نزودوها شوية وإضافة لذلك سيتم توفير شاشات عمناقة لمتابعة الحدث في عدة مناطق بالعاصمة الفرنسية الفترة اللي فاتت بيه كان فيه مشاكل حصلة أمنية في فرنسا كتير فهنبدأ نشوف بقى إيه البلبلة بتاعت الأولمبياد هتحصل في فرنسا ولا لأ طب هتبقى في معادها ولا لأ الحاجات اللي بتحصل في كل مرة يحصل أي مشكلة في العالم عشان يبقى فيه حدث تعالوا بقى نشوف دلوقتي إنفوغراف صغير كده عن أعلى الرواتف في الدولة الإنجليزي الممتاز ونطلع فاصل ونرجع نكمل حضراتنا معكم نرجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل باقي أكبرنا ومعنا خبر الحمد لله يعني المراري إنه هو مش في مصر تقارير أكبرية طبعاً عمر السوم اللاعب اللي دايماً جاب سيرته في مصر يعني إنه هو الراجل خلاص خلص في السعودية مع أهل جدة وكان هو معار للعربي القطري وفيه تقارير بتقول إنه هو خلاص حسم انتقاله للعربي القطري نقلت صحيفة طبعاً الرياضة السعودية عن مصادرها لما قالوا إن الهداف التاريخي في الدوري المحترفين تنازل عن مبلغ مليون ونص المليون دولار ده طبعاً كان المتبقي لللاعب من مستحقاته المالية ومع النادي كمان تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير هو خالب لك لسه دي سنقتين كمان في عقد الموسم المقبل وأوضحت ذلك إن السومة 35 سنة طبعاً واحد مش صغير في السن سيغادر في غدون 48 ساعة المقبلة إلى قطر للتوقيع الرسمي مع نادي العربي القطري طبعاً إدارة الأهلي استبعدت السومة من قائمة معسكر الفريق الخارجي المقام حالياً في النمسا وغادر السومة فريق الأهلي الموسم الماضي منتقلاً إلى العربي زي ما قلت لحضركم من زمن إعارة وقدم مستوى لافت جداً للنظر هناك مع نادي العربي واستكمالاً للمفاوضات للحصول على عقده بشكل كامل خلاص بشكل كامل يعني هو غالباً خلاص رايح العربي القطري ده كان من النايمن من المرشحين في الدور المصري عمر السومة معرفش ده هو طبعاً عيب إمكاناته عالية جداً ولاعب هنا في مصر في نادي بيرامدز بس هو الراتب بتاعه عالي جداً يعني ما اعتقدش أنه كان ممكن يجي الدور المصري في خلال الفترة اللي فاتت لأن عمر السومة من الراتب العالية جداً هو جيه في فترة بيرامدز الأولانية بس عمر السومة آسف هو جيه في الفترة الأولانية لبيرامدز بس لاعب عقده عالي جداً بيلعب في الأندية بيلعب في عنديت الخليج يعني عمر الخربين اللي جيه طبعاً بيرامدز مش عمر السومة عمر السومة ما جايش مصر تعالوا بقى نروح نشوف الخبر اللي بعد كده ودعت أنيسات مصر تحت 19 عام منافسة كأس العالم للشبات بعد الخسارة أمام لتوينيا ده طبعاً فكرة الباسكت وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد منافسة كأس العالم للأنسات تحت 19 سنة حتى 23 يوليو الجاري خسر منتقب مصر من لتوينيا 86-64 في المورا قوية جداً باين من النتيجة أنها قوية جداً ومتكافأة في الشرط الأولاني قوي كمان وكانت أنيسات مصر قد حققت انتصار تاريخي على الصين في دور المجموعات الأولاني بالنتيجة 60-56 دي طبعاً نتيجة قوية يعني مفيش مشكلة جيلوا وعد وهيشتغلوا على نفسهم لسه شبات صغيرين يعني عندهم فرصة كويسة أنهم يعملوا حاجة تشافوا في كاس عالم ودي حاجة مهمة وراحوا لعبوا في مدريد ودي حاجة مهمة جداً أنهم خدوا خبرات كتير وخدوا خبرات مهمة هتفيدهم فيما بعد لأنهم لسه 19 سنة صغيرين أوي وفي البسكت ممكن تلعب لفترة طويلة فبالتالي هم لسه قدامهم كتير نأسس معهم الفترة اللي جاية تحد البسكت المفروض أنه يشتغل عليهم يشتغل كويس كمان لأنهم أخدوا فرصة كويسة عملوا نتيجة كويسة حتى الخسارة اللي هم خسروها لا هي مش خسارة كبيرة بالعكس يعني كان فيه منافسة واضحة في النتيجة كذبوا الصين وديه فردوا فرقة في البسكت مش قليلة فرقة كويسة فبالتالي لأ نشتغل عليهم ونكمل شغلنا معهم نشوف بقى النجم الكاميروني سامو الإتو الراجل ده عنده مشاكل كتير جداً من ساعة ما بقى رئيس الاتحاد وهو بقى رئيس الاتحاد بعد ما بطل بسراتين بس في بلو صحيفة لكيب الفرنسية بقى قالت إن قدته متهم بمجملة فريق كاميروني للصعود من الدرجة التانية لدور الدرجة الأولى وأشارت إن هناك مكالمة هاتفية مصربة على موقع التواصل الاجتماعي لقدته مع رئيس نادي فيكتوريا يونيتد بيطلب فيها مساعدته لصعود فريقه يعني الدور الممتاز طبعاً دي كارثة دي كارثة كبيرة جداً يعني وأضافت أن وأضافت فالنتين كوينو رئيس النادي الكاميروني طلب الالتقاء بإيتو في مقابلة سرية ولفتت صحيفة لكيب الفرنسية إن الفريق فريق فيكتوريا يونيتد نجح بالفعل فيه القفز من المركز الثامن إلى الصدارة ليصعد للدوري الممتاز الكاميروني وكان اتحاد الكورة الكاميروني أعلن في الثاني من يونيرو الماضي إخاف 24 حكم بسبب المرهنات والتلاعب بنتائج المباريات في المباريات الدوري وأيضاً الكورة الخماسية والكورة الشاطئية كما أشار موقع بي أس أين سبورت إلى أن إيتو بيتم التحقيق معاه بعد أن وافق على أن يكون سفير لشركة مرهنات برضو دي حاجة غريبة جداً رئيس الاتحادية بقى سفير لشركة مرهنات وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للكورة القدم فيفا ذو أذكر أن سامو إيتو البلغ من العمر 42 عام بيشتغل أو يشغل منصب رئيس اتحاد الكورة الكاميروني منذ عام 21 وذلك بعد عامين فقط من اعتزامه دي كارثة دي كارثة ما نشوفهاش غير في أفريقيا بس غير في دولة زي الكاميرون بس يعني طبعاً ما احترامنا الشديد لدورة الكاميرون وما احترامنا الشديد لتاريخ سامو إيتو لكن الكورة في أفريقيا لازم تتطور على الجانب الإداري بالذات على الجانب الإداري بالذات وكلمنا قبل كده في جانب الحوكمة كلمنا في الحلقة اللي فاتت مع صديقنا العزيز طبعاً حسان بدير مدير التطوير في نادي الانتفاع السعودي وقال لنا فكرة الحوكمة للإدارة الرشيدة للأندية في السعودية ماشية ازاي وخصوصاً فكرة القدم خلي بالك لازم تبقى دي الصورة بتاعت أفريقيا لازم نبقى احنا في أفريقيا الدول كلها الكاميرون وكوتفوار والسنغال كل الدول لازم يحصل فيها نظام الحوكمة ده ولازم التطور الإداري يطول أفريقيا إن تتكلم على صاموال إدتو واحد لعب في أكبر الأندية في أوروبا وبيحصل معاً لي بيحصل ومتهم عهو دلوقتي عشان كده النادي الاهلي هو النموذج اللي منور في أفريقيا والشرق الاوسط كله ليه؟ على الصعيد الإداري في حتة تانية وحتى في النجاحات الفنية والإنشاءات والكلام ده النادي الاهلي في حتة تانية خالص وهيفضل النادي الأهلي في حتة تانية وهيفضل النادي الأهلي في حتة تانية لأن ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي إنه شغال على التاريخ والمبادئ والتطوير وده أفضل ختام لحلقة النهاردة اللي النادي الأهلي بيوصل دايما إنه يبقى نموذج ومثال لكل الأندية في الوطن العرب وافرقيا وقتنا انتهى وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من 7 Day Sport وفي الختام خير سلام